بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه وتحياته وبركاته إليه أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من يمعن النظر في القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل قد أمرنا بالذكر والتكبير عقب الطاعات والعبادات ومن يمعن النظر أكثر وأكثر يجد أن الذكر هو لب الأعمال وروحها وسر العبادات ومقصودها وهو أكبر من كل شيء قال ربنا تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ذكر الله عز وجل أحب الأعمال وأنفعها وأكبرها عند الله عز وجل قال سيدي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تبارك وتعالى وأما عن علاقة الذكر بالعبادات والطاعات فهو ختام الأعمال الصالحة الذكر ختام الطاعات وختام العبادات فهو ختام الحج قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الذكر ختام الصلاة قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة وقال الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري الذكر هو ختام صلاة الجمعة قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الذكر والتكبير هو ختام الصيام قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم هذا كله إن دل فإنما يدل على أن الذكر إنما هو قرين الطاعات والعبادات وكفى الزاكر شرفا وكفى الزاكر لربه فخرا وشرفا أن الله عز وجل يذكره قال ربنا فاذكروني أذكركم يذكركم الله عز وجل يذكركم الله عز وجل بقضاء الحوائج بغفران الذنوب بستر العيوب بتفريج الكربات قال الله عز وجل قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني كفى الزاكر شرفا أن الله عز وجل لا يرد دعوته أبدا فإذا تضرع لربه ورفع أكف الضراعة للملك سبحانه وتعالى وسأل الله من فضله فالله لا يرده خائبا أبدا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم منهم الذاكر الله كثيرا والإمام العادل ودعوة المظلوم فالذاكر لله عز وجل له ميزة عند ربه تبارك وتعالى لا سيما عقب الطاعات وعقب العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يعلمه لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني يطلب العون من الله على ماذا؟ على ذكره على ذكر المولى تبارك وتعالى لأن الله إذا أعانك على الذكر فإنك توفق وإن لم يكن عون من الله فلا توفق اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الذاكر لله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حي والغافل عن ذكر الله ميت قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الذكر لا يحتاج من الإنسان إلى استقبال قبله ولا إلى ستر عوره ولا إلى وقت دون وقت ولا إلى مكان دون مكان بل إن الإنسان مأمور بالذكر في كل أحواله وأوقاته بُكْرَةً وَعَشِيَّا وَهَذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُنَا فَالْمُؤْمِنُّ يَذْكُرُ وَالْمُؤْمِنَ يَذْكُرُ لَكِنَّ الْمُؤْمِنَ شَعَارُهُ أُذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَمَّا الْمُنَافِقِ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا أسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعلنا من الذاكرين وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته هذا وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى النبي المجتبى وعلى آله والحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته